السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مش هتكونوا آخر مرة نقول لكم السلام عليكم في رمضان لأن السلام هيفضل ماشي معنا ويفضل عايش معنا وهتفضل أنوار رمضان والسلام رمضان عايش معنا احنا النهاردة آخر يوم لنا في رمضان وآخر يوم بيبقى دايما مليان بالبركات احنا دايما متعودين مع مولانا سبحانه وتعالى إنه هو يعطي في آخر ما لا يعطيه في غير ذلك يعطيه أكثر مما يعطي في أثناء الشهر فاحنا منتظرين نفحات مولانا ويبشير مولانا سبحانه وتعالى وديت من الخمسة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاه لأمة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إنه هو سبحانه وتعالى يعتق في آخر ليلة من رمضان مثل ما أعتق في كل ليلة من رمضان ويجزي العطاء في آخر اليوم في رمضان لأنه سبحانه وتعالى أخبرنا صلى الله عليه وسلم لما سألوه هل دي ليلة قدر قال له بل والأجير يعطى أجره عند انقضائه عمله فيارب يجعلنا من هؤلاء شهر رمضان خلاص احنا في آخر يوم منه وشهر رمضان بيفكر كل واحد فينا ايه اللي عمله و ايه اللي حصله ولذلك وصلنا لإيه وعملنا إيه في الأيام اللي فاتت وعلى عبادتنا كانت كافية ولا أصرنا وكأننا قاعدين مترقبين النتيجة عشان كده هنتكلم عن آخر سلام وآخر السلام دوت سلام مختوم بختم رمضان سلام مهم أو سلام رمضان وسلام ما نقدرش نخلق من رمضان من غيره والسلام دوت هو اللي يخلينا نكمل ونختم به ثلث الميلاد الجديد وهو السلام اللي هو دايما قرين الصيام أكيد انتوا عرفتوا السلام ده ايه وهو ده السلام اللي يخلينا نفضل سابتين وراسخين وهو ده السلام اللي يخلينا نفضل مكملين ومحدش فينا ينتكس بعد رمضان أبدا السلام ده هو سلام إيه؟ هو سلام الصبر كتير مننا بيقول عبارة نفسي أغمض عيني وفتحها ألا إيني عملت كذا وكذا وحصلت كذا وكذا على قد ما هي تعبير بيبين شدة التمني للشيء لكن كمان بتعبر عن شيء من النقص في سلام النهاردة وهو سلام الصبر يا سادة الصبر عندنا واضح أنا أسف يعني واضح أنه أقل شوي وبقينا نستعجل النتائج واستعجل النتائج خلينا أقول لكم بس عشان بس نباين في استعجل النتائج في ناس كتيرة تقول لك ربنا سبحانه وتعالى ناسيني أنا أسف تعالى الله عن ذلك علوا كبير وما كان ربك نسي لكن إيه اللي حاصل؟ بيستعجله إجابة الدعاء وبيستعجله النتائج فاستعجل النتائج بيصيب الواحد مننا بالتوتر وفي بعض الأحيان بيصيبه بالإحباط والاكتئاب فاسأل نفسك هو أنت مستعجل ليه؟ الاستعجل ده وتخلي بالكم حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا نخلي بنا من الاستعجل ده لأن الاستعجل ده في حد اللي بيحركنا في الاستعجل لأن كل ما استعجلت كل ما تمسكك بيقينك وتمسكك بالله سبحانه وتعالى وتمسكك بما بينك وبين الله بيقل وتحس وكأنك أنت مش مستقمن ربنا على رزقك هل أنت هتكون أكرم وأحن من ربنا على مين؟ عليك أنت هل أنت أحن من ربنا عليك؟ ده شيء لازم نجدد إيماننا الله أحن علينا وأحب وألطف بينا وأكثر محبة لنا من أنفسنا لأنه هو سبحانه وتعالى اللي أسم الأرزاق وهو اللي قدره منذ خلقنا فهو الله سبحانه وتعالى اللي قال لنا كل شيء عنده بمقدار 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 عشان ما نضعش بمقدار عشان يعالجنا بمقدار عشان نربينا بمقدار عشان نترقى بمقدار عشان نحبه بنقدر عشان نتعلق به بنقدر عشان بصرتنا تنور بنقدر عشان نكون من أهل الحكمة بنقدر عشان نحب ربنا حبا صادقا في ناس صاغوا لينا حكمة جميلة بتقول الكنز في الرحلة الكنز الحقيقي في أن احنا نرحل والرحلة هي النور والرحلة هي الحياة فالعبرة عندنا مش بالنتيجة وأنك توصل لخطتك اللي أنت حطتها فاكر أن فيها ساعتك لكن المهم رحلة سيرك في الحياة وعشتك عتكون إزاي وتعلمت منها إيه لأن الرزق هيجيلك هيجيلك هارف أنت لو غربت من الرزق لن تموت نفسه حتى تسوفي رزقه وأجله لن يكون أبدا أحد يستطيع أن يمنعك من رزقك رزقك يبحث عنك في أي مكان لأن الله سبحانه وتعالى مادام قدره لك سيصل إليك فالله يتاقن أن ربنا سبحانه وتعالى بيحبه ويعرف أن الله سبحانه وتعالى ما زال يتودد إليه والله سبحانه وتعالى ينظر إليه إلا هيتاقن أن الله سبحانه وتعالى بيحبه الحب ده وأنه هو ربنا سبحانه وتعالى يسارع في أعطاءه مراده قبل طلبه فيحق لو مرضه أفضل منه ولكن أكثر الناس لا يعلمون بس احنا للأسف لما مش بنعرف الحقيقة دي بتكون النتيجة إننا نحاسب ربنا على هوانا ونسأله ليه محققاش لنا اللي احنا عايزينه ولا عياذ بالله